السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثير من الأمهات الحوامل في فترة الحمل بيعانوا من الضعف الشديد والتعب المستمر والإرهاق المستمر وأيضا تميل الأطراف وضعف في الأعصاب وكمان فقدان للشهية في فترة الحمل مش عايزين يأكلوا أي حاجة طبعا ده بينعكس بطبيعة الحال إلى سوء التغذية اللي ممكن يؤدي هذا الأمر إلى مشاكل بالجنين وكمان بيبقى في تخوف من الولادة المبكرة وأيضا جنبا إلى جنب هذا التخوف خوف من موضوع نقص وزن الجنين كل الحاجات دي هيبقى مشكلتها في عنصر معين لو تم توفيره في فترة الحمل وتم الحصول عليه بشكل جيد في فترة الحمل هيحمينا من هذه الأشياء بإذن الله تعالى ويخلي عندنا شهية ويمشيخلي عندنا ضعف عام تعالوا نتكلم عن هذا العنصر النهاردة وإزاي تحمي نفسك من هذا التعب وكمان تفيد جنينك وتضيفيله أنه يحصل له تطور عقلي بشكل جيد أنا باسم حامد التوعوي في مجال الأموم والطفولة والحصل على الدبلومة التوعوية في مجال صحة الحامل والطفل وعدد من البرامج الصحية وحضراتكم بتتفرجوا على قناة الرشدة ويلا بينا نبتدي حلالة النهاردة في البداية عايزين نقول بعض الحقائق العلمية في عام 2017 أشارت مراجعة منهجية نشرتها مجلة American Journal of Epidemiology وقالت أن النساء الحوامل اللي في فترة حملهم كان عندهم فقرة في فيتامين B12 فيتامين به 12 كان هم أكتر عرضة لولادة طفل منخفض الوزن عايزوا لكم أن الدراسة سجلت موليد انخفض وزنهم عن 2.5 كيلو ساعة الولادة وكمان الدراسة قالت أن هؤلاء السيدات كان هم أكتر عرضة للولادة المبكرة مش بس كده فعام 2009 أشارت الأكديمية الأمريكية لطب الأطفال في الدورية بتاعتها المنشورة سنة 2009 وقالت أن الأمهات الحوامل اللي كان في فترة حملهم أيضا بيفتقروا إلى فيتامين B12 في فترة حملهم كانوا أكثر احتمالية أن يصاب الجنين بمشاكل الأنبوب العصبي وتشوهات الأنبوب العصبي عن غيرهم من السيدات اللي كانوا عندهم مخزون كافي من فيتامين B12 في فترة الحمل وقالت أن معدل الإصابة كان ثلاث أضعاف السيدة اللي ما كانش عندها أي مشاكل في مخزون فيتامين B12 دي الحقائق العلمية المثبتة طيب هنا السؤال اللي ممكن ييجي في أزهن خلاص نروح ناخد مكمل غذائي بيحتوي على فيتامين B12 لكن ليس هذا كل ما في الأمر في الأول لازم نفهم خصائص فيتامين B12 خصائص فيتامين B12 إزاي الجسم لما ييجي يستقبل هذا الفيتامين يستفيد منه يمتصه كويس ويبتدي يشتغل في جسمه لأن وارد جدا أننا ناخد فيتامينات كتيرة جدا وجسمنا ما يستفيدش بها إزاي ده؟ عشان نفهم الحكاية دي خلينا أضرب لكم مسأل بسيط جدا لو أن فيه شخص عربي الجنسية ويحب واحدة فرنسية الجنسية وتتحدث بالفرنسية فقط فعشان يتودد إليها قرر أنه يكتب لها شعر بالعربية الفصحة ويبعته لها في البوستة كل يوم فهي كل لما بيوصلها هذا الجواب اللي فيه الشعر باللغة العربية الفصحة بتمسكه وتقرأه تبص فيه مش فهم حاجة تقطعه وترميه في الزبالة لأنه ما فهمش أن السيدة دي بتتكلم بالفرنسية ده اللي ممكن يحصل فيه الفيتامين لو إحنا ما فهمناش هو إيه الحاجات اللي بتأثر على امتصاصه وإيه الحاجات اللي بتأثر على عدم امتصاصه في الجسم ممكن ناخده وإحنا ما استفدناش بحاجة وبنضيع فلوسنا وبنضيع ويعني جهدنا في أن نحن نقعد نبالبع حاجات وفي الآخر جسمنا ما بيستفيدش بيها لأن فيه حاجات بتأثر على هذا الفيتامين نتكلم عليها دلوقتي حالا ببساطة شديدة خلينا دايما نمثل المعلومات العلمية ببعض الأمثلة البسيطة عشان توصل بمنتهى اليسر وده اللي بيفرق شوية عن الموضوعات التانية اللي بتتكلم بشكل معقد خلينا نقول أن فيتامين بي 12 ده مش هيدخل مكان إلا لما يتأكد أن فيه أصدقاء لي بيحبوهم جدا فيدخل يلاقيهم موجودين يقعد ويحكي معاهم ويدردش بقى ويعيش ويتعايش معاهم الاتنين دول هما مين الميا وحمض الهايدروكلوريك تمام؟ طيب الميا لو جسم حضرتك يفتقر إلى الميا عند الجفاف فهنا الجسم هيبقى عنده مشكلة في امتصاص فيتامين بي 12 ومش هتستفيد منه فده دايما بننصح بإيه؟ بشرب الميا بأكواب عدد الأكواب دي لا تقل عن 8 أكواب يوميا ولما نيجي ناخد المكمل الغذائي اللي محطوط فيه فيتامين بي 12 لازم نشرب كباية ميا أو كبايتين ميا معاه عشان هو يعني سريع الزوبان في الميا ولو ملاقاش الميا مش هيدوب يبقى هو من خصائصه أنه بيدوب في الميا دي رقم واحد رقم اتنين أنه لو لقى الصديق التاني اللي هو حمض الهايدروكلوريك طيب حمض الهايدروكلوريك ده هو عبارة عن إيه؟ ده حمض الماء ده طيب هو مش هيلقي ليه؟ حضراتكم في فترة الحمل بتشتكوا من موضوع الحموضة وفي الحموضة بتروحوا واخدين أدوية مضادة للحموضة وأدوية مضادة للحموضة يعني حاجة بتقلل الحمض ده فلو نسبة الحمض ده اللي هو حمض الهايدروكلوريك كانت قليلة في الجسم ده معناه أنه هيبقى فيه مشكلة فيه امتصاص الجسم ليه؟ فيتامين بي 12 هيدخل كده ويقول الحمضة موجود؟ لا مش موجود لا خلاص مش داخلي ادخل واخرج من ناحية تانية كأني ما دخلتش يبقى عايزين نتفق على حاجتين شرب الماء بيه كميات كبيرة تمن أكواب على الأقل ده بيخلي امتصاص الجسم لفيتامين بي 12 أو فيتامين به 12 فعال الحاجة التانية حمض الهايدروكلوريك اللي هو حمض المعدة ده ما يقلش طيب نتصرف ازاي حمضة المعدة بتقطعنا ويعني تعبنا منها ولازم ناخد مضادات الحموضة انا رأيي الشخصي انا ضد ادوية مضادات الحموضة نهائية والحل دايما في الطبيعة الفكرة في حمض المعدة ببساطة كده يعني انا مش عايز ادخل فيه موضوع حموضة المعدة ولكن فيه عجالة حمض المعدة ده الفترة الحمل بيبقى فيه ارتخاء فيه الصمام اللي موصل المعدة بالمرية فنتيجة طبعا هيرمونات الحمل فاللي بيحصل ان الحمض لما بيجي يرتفع والصمام يفترض ان هو يبقى مأفول فهو بيبقى مفتوح فبيعد الحمض ده فلما الحمض ده بيطلع بتحس بنار لان الحمض ده اللي بيأكل وبيهدم وبينطس كل العناصر والمعادن اللي بتيجي في الاكل فحاجة بتكوي فبتطلع بتلاقي نار طب الحل ايه؟ الحل ان احنا دايما نقسم وجباتنا وجبات صغيرة بحيث الحمض ده ما يبقاش قرب الصمام ده رقم واحد الحاجة الثانية في بدائل طبيعية زي مثلا عصير البطاطس الناية او البطاطا الناية ودي يعني اشار اليها احد الاطباء الكبار انها فعالة جدا وكل اللي جربها استريح من موضوع الحموضة ما نلجأش الى موضوع المضادات الحموضة الا عند الضرورة القصوى ويعني الاحساس دمار ولكن هذه الادوية بتدمر موضوع يعني بتدمر الجسم بشكل غير مباشر لما بتقلل الحمض اللي هو اصلا يفترض ما يقلش يعني حمض المعدة ده ربنا سبحانه وتعالى جعله عشان حاجات كتيرة جدا فلو قللناه هتحصل مشكلة حاجة تانية واحنا نايمين نرفع دايما مستوى يعني مستوانا كده على مخدة بحيث ما الحمض ده ما يرتدش عشان الصمام زي ما قلنا مفتوح مارخي يفترض في الانسان الطبيعي ان هو بيبقى مقفول عشان الحمض ده ما يرجعش تاني ولكن ارتخاء هذا الصمام بيخلي جزء من الحمض يرتد تاني فتحسي بالحموضة الشديدة فهنا دي الجزءية بتاعة الحموضة في عجلة كده طيب عرفنا الخصائص ازاي نحصل بقى على فيتامين بي 12 او فيتامين به 12 من الطعام واصلا الحامل يفترض تاخد قد ايه كل يوم عشان تبقى مأمنة نفسها من موضوع نقص فيتامين بي 12 او فيتامين به 12 مبدئيا الحامل بتحتاج 2.6 ميكرو جرام من فيتامين بي 12 او فيتامين به 12 يوميا طيب ايه الحاجات اللي ممكن نلاقيها فيه التغذية وبيبقى فيها هذا الفيتامين بشكل كافي اكتر حاجة ممكن تلاقي فيها فيتامين به 12 هي الكبدة البقري ولكن الكبدة البقري فيها مشكلة ايه هي المشكلة؟ المشكلة انها بتحتوي على فيتامين ايه الحيواني فيتامين ايه في منه نوعين في منه مصدر حيواني وفي منه مصدر نباتي المصدر النباتي اسمه بيتاكاروتين اما المصدر الحيواني اسمه الريتينول فالريتينول اللي هو فيتامين ايه من المصدر الحيواني نسبته العالية بتسبب تشوهات للجنين فلذلك احنا هنستعبعد الكبدة طيب تبقى لنا ايه ممكن نحصل عليه في التغذية واخدنا فيتامين به 12 في عندنا اللحمة البقري اللحم البقري قطعة صغيرة جدا تعادل 75 جرام يعني حتة صغيرة جدا من اللحم البقري فيها 100% من احتياج الحامل يوميا من فيتامين بي 12 طيب غيره كوباية الحليب اللي بتشربها الصبحية الحامل او يفترض تشربها الصبحية فيها حوالي 46% من احتياج الحامل من فيتامين بي 12 فلو شربت مثلا كوباية الصبح كوباية بالليل في كده تقريبا انها حصلت على الكمية يعني هتبقى فروق بسيطة 46 و 46 يعني بنتكلم فيه حوالي 92 في المية فهيتبقى جزء بسيط جدا ممكن تزود بقين لبن فيبقى خلصت اللي هي محتاجة طيب ايه تاني الدجاج الدجاج والبيض الدجاج مشكلة الدجاج ان 75 جرام من الدجاج يعني حتة صغيرة جدا من الدجاج بتديني 7% من احتياجات الحامل البيض بيديني حوالي 3% البيضة الوحدة بتديني حوالي 3% فهينا هتبقى فيه اشكالية طبعا كتير هيقولوا احنا مش هناكل لحمة كل يوم لان كده من الواضح ان اللحم هو اللي ممكن يدينا قطعة صغيرة منه 100% من احتاجاتنا من فيتامين بي 12 ومش هناكل مثلا دهي الدواجة عمتا كده كده النسبة بتاعتها مش عالية قوي والبيض نفس القصة ولكن في عندنا الحليب الحليب لو شربنا كوبين من الحليب يوميا هتديني احتاجاتنا طب لا بنشرب حليب ولا بناكل لحمة ولا هل في مصدر نباتي لا حبا لكم ان المصادر النباتية وان اشخاص النباتيين يفتقروا تماما لعنصر فيتامين بي 12 او لفيتامين بي 12 وهم دايما مطالبين ان هم يحصلوا عليه عن طريق المكملات الغزائية طيب لو انا مهملة في الاكل بتاعي ومش بتغزة كويس طبعا دي هتكون نتيجة من نتائج ان انت اصلا عندك فقر في فيتامين بي 12 فهنحصل عليه عن طريق المكملات الغزائية واللي بدورها لما تبتدي تشتغل في جسمك هتحس بانك انت عندك رغبة تانية مرة اخرى في تناول الطعام وهتبتدي تأكله كويس ايه بقى افضل المكملات الغزائية في فترة الحمل اللي ممكن تحصل عليها سواء كانت حقا اقراس اي حاجة تانية ويلا بينا نشوف المكملات الغزائية اللي معنا لو حبينا نتكلم عن المكملات الغزائية لان طبعا مش بطبيعة الحال احنا ممكن نكون مؤثرين شوية في موضوع التغذية اللحم البقري مش متاح للجميع ان هو يأكل كل يوم لحمة ممكن ننسى موضوع الحليب ممكن نبقى قرفانين من شرب اللبن طيب المكملات الغزائية زي ايه في عندي اقراس في عندي بخخات في عندي حاجة زي اللزقة كده بتتلزق على اللسان تحطها على لسان حضرتك او لسان حضرتك وبس كده تسيبها هي تلاقيها يعني دابت في بوقك زي حاجة اسمها مي سايلو تيكنو طيب في عندي اقراس زي ديلتا فيت في عندي اقراس زي نيرو فيت في عندي حقن والحقن انا اوصي الحوامل بيها كويس جدا لان الحقن اكثر فاعلية وممتدة المفعول يعني القرص ممكن عشان احس بمفعول وابتدي احس ان الحمد لله ان بدأ فيه تحسن في ايدي وتحسن في الطاقة وتحسن في النشاط النشاط هياخد وقت الحقن سريعة شوية واحنا محتاجين السرعة في احساسك في النشاط وعدم احساسك بالالهاق والتعب وفقدان الشياء اللي هيؤدي الى سوء التغزية زي ما قلنا فحقنة بيتول فيكس حقنة بيتول فيكس هي حقنة ممتدة لمدة سبعة ايام لما تاخديها في يوم ما تاخدهاش الا في الاسبوع المقبل هزي الحقنة لما بتيجي تاخديها الجسم بيمتص كل يوم اللي محتاجه منها وبيمتد مفعولها لمدة سبعة ايام ودي افضل للحامل وهتلاقي بعديها تحسن ملحوظ اي حد في التعليقات بيجي يقول لي انه بيشتكي من الضعف ومن تنميل الاطراف ومن ضعف الاعصاب والكلام ده على طول بقول له بيتول فيكس حقنة مرة واحدة في الاسبوع في عندي حقنة تانية اسمها ديبوفيت ايضا دي فيتامين به 12 ولكن دي مفعولها لمدة 3 ايام هي اخاف وطأة حقنة بيتول فيكس ممكن تلاقيها يعني حامية شوية عليكم ولكنها ممتدة المفعول وافضل في المفعول بتاحها هتلاقي واضح عليك مرة واحدة دي كانت المكملات الغذائية ودي كانت حلقتنا عن فيتامين به 12 اللي مهم جدا للحامل مهم عشان يحميها من الولادة المبكرة مهم عشان وزن طفلها ما ينخفضش مهم كمان عشان التطور العقلي للجنين فيتامين به 12 مهم جدا لنمو وتطور العقل عند الجنين عايز اقول حاجة قبل ما اختم حالة النهاردة ياريت يعني ادعوكم ليه الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس الجرس مهم جدا لان لو انتم اشتركتوا في القناة وما فعلتوش خاصية ان الجرس اللي هو الاشعارات للكل كل الاشعارات فيه 3 اختيرات هتلاقي الاختيار بتاع الكل لو ما عملتش الاختيار للكل يبقى انك ما اشتركتش في القناة لان مش هيجيلك اشعار بالفيديو الجديد فحبيت انوه بس عن هذه النقطة الهمة لان كتير جدا بيقولك احنا مستنيين تنازل فيديو وانا بنازل فيديو الحمد لله باذن الله تعالى ربنا يعني يكتب لنا العمر باذن الله ولو كان في العمر بقية وفي العمر صحة بنازل تقريبا فيديو كل يوم فكتير منكم بيقول احنا ما بنعرفش ان فيه فيديو نزل فده بيبقى نتيجة ان زر الجرس مش شغال عندكم او انتم مش مفاعلينه لكل الاشعارات مشكوركم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة